كل أسبوع بموضوع بجد أهم من قبله والله يعني نكلم النهاردة عن عناصر مفيدة لخلايا الدم وإزاي أصلا خلايا الدم بتفيد ومهم جدا يتم تجديدها ومهم جدا أصلا أن أنت تخلي بالك وتتطمن وتعمل تشاكب وإزاي ممكن تؤثر بشكل سلبي لو ما فيش اهتمام خلينا عرف منك القصة كلها عشان برضو الصورة تبقى واضحة طبعا خلايا الدم ده موضوع مهم قوي ولازم أي حد فينا ستات رجالة شباب من جميع العمار يهتم جدا بكفاءة الدم ليه بقول كده لأن الدم هو طبعا عنصر أساسي للبقاء على الحياة أو مكون أساسي للبقاء على الحياة الدم هو وصيلة مصلات كل حاجة أولا وصيلة مصلات الأكسوجين بيأخذ الأكسوجين ويوصل لكل الأنسجة عشان الأنسجة يدخلها والخلايا يدخلها إكسوجين فوانصلها والأكسوجين قالها يحصل تعب إرهاق حاجات كتيرة الكسل المعتب بالزب خلايا الدم هي وصيلة نقل هرمونتنا من الجلانز أو من الغدد المنتجة للهرمون لمستقبلتها في الخلايا خلايا الدم هي وصيلة مواصلات الخلايا المناعية أو كرات الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة التي تحمينا من العدوى والبكتيريا والفيرل انفكشنز خلايا الدم هي وصيلة مواصلات الفضلات بتاعتنا وإخراجها لازم نعرف أن احنا نهتم بخلايا الدم جدا وزي ما قلت لازم نعمل على طول تشيك أب للسي بي سي بتاعنا اللي هو صورة الدم الكاملة نتطمن أن الدنيا سليمة ولازم ناكل أكل فيه فيتامينات ومعادن أو ناخد مكملات غذائية مصرح بيها ومرخصة فيها الفيتامينز المهمة لإنتاج خلايا الدم حلوة جدا